آخر حيث استيقظ العاصميون وصباحة اليوم على وقع شلال انتامن في حركة المرور على مستوى كل الطرق المؤدية من بن عكنون بأعلى العاصمة نحو الطريق السريع على خلفية انفجار قنوات الصرف الصحي على مستوى الطريقي وبالضبط على مستوى كلية علوم الإعلام والاتصال وهو ما تسبب في انهيار أجزاء من الطريق نتيجة شدة تدفق مياه الصرف الصحي وهو ما عرقل حركة السير ما أحدث حالة من التدمر لدى السائقين بعد أن وصل الازدحام والسيارات العالقة لأشرات الكيلومترات وهو ما تسبب أيضا في تأخر الموظفين والطلبات في الالتحاق بأماكن عملهم وشركة السيال وفي بيان لها قالت أن عملية التزود بالمياه الصالحة للشرب لن تتأثر وأن القنوات التي انفجرت تتعلق بمياه الصرف الصحي مثل ما تبرزه هذه المشاهد ترجمة نانسي قنقر